أهلينا في الجنوب نرجو نحكيه على الأخبار نحكيه على فلسطين وما يحدث داخل فلسطين النهار التسع عشرين للقصف متواصل ونحن نتفرجه في الأخبار ونحكيه معاكم سفرات الإنذار تدوي في منطقة كيسوفيم تيب على الكيانة السهيوني القصف زاد متواصل على غزة أبو عبيدة خرج البالح بشيعة صورة واضحة على ما يحدث على البر وقال قيادتكم تكذب عليكم توجه للكيانة ولمواتني الكيانة السهيوني ونقول اليوم لجمهور العدو إن قيادتكم التي كذبت عليكم بحصانة فرقة غزة وكذبت عليكم في تقديراتها لأننا لن نقدم على مهاجمة قواتكم لسنوات طويلة وكذبت عليكم في ملف الأسرى وقتلت أبناءكم بالطائرات داخل غزة وقررت أن تعيد لكم العشرات منهم في توابيت فإنها تكذب عليكم اليوم في أعداد القتلى في الجنود في غزة وفي سير المعارك ونحن نؤكد لكم بأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم فترق المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء وإن ناقلة النمر التي روج لها جيشكم على أنها الأكثر تحصينا وكفاءة في العالم ها هي تسقط في أول اختبار أمام قذائفنا وعبواتنا وبأس مجاهدينا بعد عون الله وتسديده وكان من أبرز عملياتنا مساء اليوم الهجمة المضادة الكبيرة والمتزامنة التي نفذها مجاهدونا في محور شمال غرب مدينة غزة ودمروا خلالها ست دبابات وناقلتي جند وجرافة وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف قوات العدو وإننا إذ نعلن عن استمرار المواجهة فإن خياراتنا الدفاعية متعددة وخطوط دفاعنا ستظل تفاجئ العدو في كل خطوة يتقدمها بإذن الله حيث تمكن مجاهدونا بعون الله في الثمان والأربعين ساعة الأخيرة من تدمير ما قوامه كتيبة دبابات للعدو وأكثر على طول محاور التقدم وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال حيث يهاجم مجاهدونا القوات الغازية بمضادات الدروع والالتحام المباشر وإسقاط القذائف من المسيرات على تجمعات العدو والهجوم بمسيرات انتحارية على مناطق التحشد للجنود والآليات كما ويقوم سلاح المدفعية بدك تجمعات جنود العدو وتحشد آلياته بأعداد كبيرة من قذائف الهاون كما تناور قوات النخبة في كتائب القسام بالالتفاف خلف خطوط العدو والإغارة على تجمعات الجنود والآليات ومهاجمتهم من نقطة صفر ولا نكاد نحصي إشارات الهجوم من مجاهدين على محاور القتال على مدار الساعة لفضل الله وقوته هذا كلام أبو عبيدة ناتق الرسمي باسم كتائب القسام الرجل الذي سار عندما يخرج للحديث معنوياتنا ترتفع هو اللي يحددنا المزاج متاعنا يغيب أبو عبيدة 24-48 ساعة تحسنا هكا بدينا نرخه يخرج أبو عبيدة ترجع فينا الروح وما يأكد كلام أبو عبيدة وزيرة في حكومة توارئ الكيان يشخص الوضع وسيكون العمل طويل كانت لدينا لحظات صعبة وسنمر بلحظات صعبة إضافية إلى جانب لحظات من الأمل حتى عندما تنتهي الحرب فإن الحرب والعمليات للمحافظة على الإنجازات سوف تستمر إلى جانب جهودنا لإعادة البنات والأولاد إلى البيوت وهدفنا هو تغيير الواقع من أساسه في الشمال وفي الجنوب في الأيام الأخيرة أيضا التقيت مع عائلات المخطوفين أريد أن أضمهم وفي هذه السيرورة الصعبة جدا التي لا يتخيلها العقل في هذه الأثناء أيضا نعمل كل الإمكانيات التي نملكها لنعدهم إلى البيت لا يوجد من لم تتساقط دموعه عندما رأى مقاتلي جفعات يسقطون وكل الصور من يسقطون من المدينة والقرية المتدينين والعلمانين من القدس ديمونة من ينوحجات من يغور كل الذين سقطوا وخرجوا إلى الحرب كأخوة سلاحة وكأخوة وشركة في المصير الصور مؤلمة ولكنها هي التي ستجلب الانتصار الصور مؤلمة يعتقد أنها ستجلب الانتصار ولكن يؤكد أن الصور مؤلمة يؤكد صعوبة الوضع يؤكد أنه قاعدين يمروا بأوقات صعبة وعصيبة أحكيوا على ثمن باهث قاعد يدفعوا يعودوا في نفس العبارة وكل المسؤولين داخل الكيان يخرجوا يحكيوا الثمن باهث نحن بصدر دفع هذا الثمن أرواح الجنود قاعدة توزق يحكيوا في أرقام أكد بوابيضة أنا أكثر بكثير وليدخل بربة شوية في تيليجرام وكذا اللي يشوفوا دجا على الأرض جنود سهينة مغتولين يؤكد أنه الرقم تجاوز المعلن عنها 19 وغيره ما وعدت به كتاب القسام على الأرض على الأقل قاعد نحسوا أنه اليوم قاعد يطبق وهو واقع نحكيوا على النهار تقريبا 30 دبابة البارح ما بين السلطة اللي أعلن عليهم والكتيبة الأخرى فما حتى صورة ناقلتها الجزيرة منها مدرعة النمر وهي الاكتشاف الجديد دي جيش الكيية ما يستعرفش تعمل هات محظرة روحة نحن نفرحوا به على قد ما نفرحوا فما الفرق ما بين الجيش المحتل والمقاومة كونه الجيش المحتل نفس الطريقة الستراتيجية استعمل فيها لخامس مرة منذ 2007 أو 2006 وهو تدمير محاصرة نزول الأرض الميدان المقاومة تعد عليها ربع مرات دونك استخلصت برشة دروس دونك حذرت روحها بالكديه معناها خبرة السنوات الكل التحذير خطرك يتعمل عملية ذيك تعرف لردة الفعل سلطوك يدي تختار التوقف بانسور وراهو الحاجة اللي هيبلين منها هوما كونه التمبوراهو من عند المقاومة هي اللي جرتهم تعرفهم بشي تصرفوا كيك وهذاك الفخ اللي يتاحوا فيه وهذاك عليش برشة تود القادة خاصة ان امريكا خاطر يعرفوا ناتنياهو انتهاء واللي كان يتكلم ذي جانتس هو اللي يمكن يولي يصير الرئيس الحكومة جاء للكيان دونك هي شادة تنبو هاربة بيهم دونك يقول لك الحاجات الكلاسيكية اللي كانوا يعملوهم اللي كانوا يستعملوها الخطط اللي كانوا يستعملوها وكان تعطي اوكلها المرة هذي لم ولن تعطي اوكلها واخيرا من ناحية الشكل عليش يستعمل الثمن بهض الثمن بهض خاطر فيقوا بعض ثلاثة جمعات اللي كيقامبلو قامبلو الثمن البهض يقعدين يدفعوا فيه راهو الشعب الفلسطيني والعالم الكل واللي يتكلم على الثمن البهض واللوينو عند النهارين اول مرة تستعمل تخور راهو فما ايبادة جماعي ماشين للإبادة جماعي دونك الثمن البهض كيفيقوا كيك ولا وهوما يستعملوا في الكلمة بشي ظهروا اللي هوما زاد ثمن ثمن بهض ولكنه واقع على خاتل بتجربتنا مع الثيين رو في العادة يموتولو عشرين خمسين جندي يقول جندي وجرح زوزخرين هذي نعرفوهم بعد نكتشفوا حصيلة وتهبت الصور بعد نطوف المعاركة على أرض المعاركة وحيرو كذا اليوم وقت اللي هو يستعر شفنا جثامين راجعة شفنا تساور متاع ديزومبيولونس تدخل في الجرحة للمستشفيات في الكيين في الليل وماش وتصوير بسرقة ظاهر معناها لأنهم منعين وديزيليكوبتير هابتير قدام المستشفيات معناها تعتيم كبير برشا شكل على استعمال الكلمة ولا ردوندونس متاع الكلمة خاطر توا هما بالحق معناها نعود هارا عندي توا نهارين أنا بيدي نقول اللي أنا بيدي معناها عندي مفاجأة كبيرة طريقة الريد طريقة التصوير والعدو الصهيوني يلقى صعوبات في الدخول من شمال غرب مدينة غزة ومن جنوب شرق مدينة غزة هذا من الزنة في منطقة صغيرة من قطاع غزة مانيش نحكيه على قطاعك كل نحكيه على مدينة غزة الحاجة الثانية أنه اليوم الصور أنه المقاومة هي صحيح قاعدة تفقد في جنود زادة في نهاية الأمر على أرض الميدان ولكن مانيش قاعدين نرأوا المقاومة قاعدة تعمل في سياسة اتصالية مهمة جدا قاعدين نوريه كان في الضحايا الأبرياء لأنه يعرفوا أنه المقاومة بطبيعة الحال مش تخسر جنود ولكن ذلك الثمن اللي يزموا يدفعوه من أجل تحرير بلادهم والضغط أصبح على الجنود لأنه يخزر شي يستعملوا معنطها راوك الجنود هدو كايزيكم تقعدوا متوحدين مثالش راوك يموتوا لأنه تصاور اللي قاعدة تخرج متاع جنود الاحتلال اللي قاعدين يتيحوا هذا يأثر بصيفة مباشرة على جنود الاحتياط اللي تستدعفهم ولعبات حتى هم الجنود بتاعهم يولي ويخافوا دوك دوتين سورت اليوم المقاومة قاعد تعمل في مسألة وفي عملية اتصالية وتربح المعركة الاتصالية اللي بجي تخليها تربح المعركة على أرض المعركة هذا ما نتمنى إن شاء الله نصر قريب من عند إخويتنا في غزة في فلسطين مهم جدا أنكم تدخلوا تبرح شو لي لا تفرجوا على قناة الحوار رف ماك بلوس حاولنا نعدي وزوز ثلاثة تقارير على كيف يعيش الكيان الحرب راو حتى لرفع المعنويات راو خسار اقتصادية بمئات آلاف المليارات راو شلال تام سياحي اقتصادي لمكاتب لمدارس لمحلات تجارية لحتى شي راو رعب راو ظهور راو إحنا قاعدين قلوبنا الكل ومخنا الكل مش يتفرج كان في فلسطين وفي غزة ولكن راو الكيان يرتجف الكيان يعيش على وقع الحرب وأكثر من الفلسطينيين لأن الفلسطين قضيتهم ستنسوا ولكن هذا الكيان كيان جبان مواطنية جلهم مرتزقة لا يؤمنون بقضية يعرفوا روحهم صريق بالأساس السرق يعرف روحه ما عندوش حاجة يدفع لها دونك بتشوفوا حالة الرعب بتشوفوا بالأرقام الخسارة متاع الكيانة دي حتى تفهموا راو واحد الشخال الأخر ليوش في غالية الماسة اللي تتفرج في في الكيان زياد وبعد نجيكم ماي ماي رفيق حتى تشوف دي فيديو من الجيش متاع الكيان كيفاش يسبوا في ناتانياهو كيفاش يعرضوا فيه في وسط القزارنات وخاطر البوليميك الكبيرة اللي صارت إنه صوروا ولد ناتانياهو يعدي في الفاقانس متاعه في ميامي بالحق مع أنت أنا واحد من ناس أنا صغير عمري لارية المشادة دي اللي تنعف اللي تنعوش ولنا نتفرجوا فيها ولنا كيما نقولوا المقاومة مع أنت علتنا ريوسنا ورفعتنا من معنوياتنا هذا كهو معنا فما حرب اليوم اتصالية بخلافه أنه فما حرب في الميدان اليوم فما حرب اتصالية أبو عبيدة كي يخرج يتكلم بكل ثقة كي يقول سنجعل غزة لعنة التاريخ على الكيان السهيوني يعني هون الكيان العدو والمحتل يتساءل شا عندهم شو مخبين هذي زعزعة هذي لعب على الأعصاب مش ساهل النورة وراء قمة النصر اللي صار في نهار 7 أكتوبر طوفين الأقصى زعزع جيش الاحتلال طوفين الأقصى خلى هالجيش اللي يعتبر من أقوى جيوش في العالم نشوفوه ضعيف يعني فما دفاي فما حاجات معناها توري الضعف متاحهم وتوري قديش هما ساهل اختراقهم اليوم كل ما يخرج أبو عبيدة يكون متأكد وعنده ثقة أنه النصر قريب دونك هذا تخلينا احنا كشعوب عربية وكفلسطينيين نكونوا متأملين ومتفائلين خيرا إن شاء الله إن شاء الله في قدم الساعات وفي الأثناء إن شاء الله يخف الضغط على على الإخوة في فلسطين خاتل مع الإنجازات والمقاومة الشريسة على أرض الواقع في المواجهة برا القصف يتواصل المدارس مساجد مباني برح ثم السحافي اللي ذاع الفلسطيني أتوفى هو وعيلته حاجة حاجة قريب يخلطوا للأربعين صحافي قريب نخلطوا للأربعين صحافي ضيور فم البرح مراسل خلع اللبسة متاع ونحها الكاسك قال هذا لا يحمينا هذا الكيان لا ينظر إلى هاوية نحن كسحفي نخذ معدر وإحنا ننقله في الأخبار في قناة الجزيرة نحها الدرع متاع ونحها الكاسك اللي لابسوا وقال سيبو هي موتن وهي شهدة ونحن لها بش نواصل ونخدمو زيد نحط بريس حتى حد ما يخذو اللي هي بريس يا والله هم أوليو يستهدفون الصحافي مثال سيد هذية اللي توفى البارح ومثال عائلة الدحدوح